اشتركوا في القناة ومعا إلى تعزيز وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات في مجال الإحصاء بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرشوة لتعزيز التكامل الإقليمي وجودة العمل الإحصائي في المنطقة احتضنت مملكة البحرين للمرة الأولى الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية واجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة الإحصائية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بمشاركة واسعة من الدول العربية ورؤساء الأجهزة الإحصائية في المنطقة البحرين كانت أول دولة استخدمت التعداد السجلي وكان فيه هناك لغة كبيرة على مستوى العالم حول استخدام هذه الوسيلة في 2010 والآن دول العالم كلها تعترف بهذه الطريقة وهذه هو الطريقة الحديثة دليل على ما تحظى به مملكة البحرين في المجال الإحصائي والعمل الإحصائي ووضع المنهجيات لها دور كبير جدا وهذه طبعا يعود لدعم القيادة الرشيدة نحن الآن متجهين إلى كم وتدفق ضخم جدا من المعلومات فنحتاج نطور من أعمالنا أيضا في وقت الأزمات عندنا دول عندها أزمات كيف ممكن العمل الإحصائي يستمر طبعا اليوم نجد جميع المكاتب الإحصائية العربية تجتمع في هذا الاجتماع لنقاش عناصر مهمة منها بناء القدرات الإحصائية في العالم العربي وتنمية القدرات الإحصائية من خلال التدريب وأيضا بناء القدرات من خلال استخدام أفضل الممارسات الدولية وأفضل الأدوات المتاحة وأيضا دعم الابتكار في استخدام الأدوات الإحصائية في العالم العربي بالحقيقة هذا الاجتماع مهم جدا للتنسيق فيما بين الدول العربية في عدد من المواضيع وبالحقيقة هو سوف خلال هذا الاجتماع سوف نستعرض عدد من الأنشطة التي تمت بالتنسيق مع بقية المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة العربية في مواضيع الإحصاء والأنظمة الإحصائية والتطويرة وكذلك تنسيق مع جميع الدول العربية وبالتالي هي فرصة لمعرفة ما تم العمل عليه في السنوات الماضية وتعكس هذه الاجتماعات التزام مملكة البحرين بدعم العمل الإحصائي ليمثل فرصة بارزة لتبادل المعارف والخبرات بين الدول المشاركة مما يسهم في تعزيز القدرات الإحصائية التي من شأنها أن تلعب دورا محوريا في توجيه السياسات التنموية وتطوير عمليات التخطيط الاستراتيجي وجود تمثيل قوي من رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية يعطينا فرصة اليوم لناقش ونطرح أبرز التحديات التي تواجهها العمل الإحصائي ونتشارك التجارب والطموح في تطوير الأعمال الإحصائية بما يتواكب مع التطورات في التكنولوجيا واستشراف المستقبل هذا الاجتماع يندرج في إطار أنشطة المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية التي هي مؤسسة عربية تشتغل مع مختلف الدول العربية في مجال دعم القدرات في المجال الإحصائي والمجالات القريبة منها على غرار التقنيات الجديدة على غيار المسائل الاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك إذن هذا الاجتماع يدخل في هذا الإطار ونهدفه من خلال ذلك إلى إحداد برنامج تدريبي لمختلف الأجهزة الإحصائية العربية والنظمة الإحصائية العربية بشكل عام شواهد حية وتجارب متعددة مميزة استعرضتها مملكة البحرين خلال الاجتماعات في مجال الإحصاء ونقالتها لدول المنطقة نتيجة لتبنيها لعدد من المبادرات الإحصائية التي كان لها الدور الفاعل لرسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية الناجعة احتضان مملكة البحرين لمثل هذه الاجتماعات يؤكد على المكانة الدولية التي حظيت بها من قبل الدول المشاركة بالإضافة إلى دورها المحوري في المنطقة وذلك لتحقق مجمل هذه الاجتماعات الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية طلعنا في لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر